متابعة لموضوع قطع الحطب في كفردبيان الذي عرضته الـ LBCI مساء الجمعة كلفت وزارة الزراعة وفدا لمعينة المكان وما إذا كان مستثمر الرخصة ينفذ شروطا لازمة أم أن هناك مخالفة أو توسعا في عملية تشحيل الأشجار وقطع غير صالح منها عنا تشديد كبير كثير كثير علينا من معين الوزير وحسب القانون وحسب الرخص اللي بيعطونا إياها نحن عم نشتغيل وعنا مفتشين ورقصة مصلحة ما عم يتركونها نهائيا كفها ما بنلقيهم إلا غطوا علينا ليشوفونا إذا عم نشتغل أي شي غلط إلى جانب دور وزارة الزراعة فإن بلدية كفردبيان كلفت عناصر من شرطتها السهر على تنفيذ مضمون الترخيص بغاية اليوم عم بنفذ مضمون ترخيصه إذا فيه أي شيء بالمستقبل مخالف للترخيص اللي معطى أكيد نحن عم نوقفه ومنوع عم اليوم السلطات الإدارية لعطي الترخيص بتوقيف مفعوله ينتظر الوزير الحاج حسن الذي أخذ على نفسه متابعة الموضوع صدور التقرير النهائي ليأخذ على ضوءها الإجراءات المناسبة إذا طلع مزبوط في ضبط والضبط بيكون مرات عند أضعاف وممكن تروح نيابي عم كفالة من صدرة حراس الأحراج المقصرين أو المتواطئين نتأخذ الإجراءات المسلكية وعملنا من فترة قريبة بمركز أحراج شحيم شكلت عدد شكلت رئيس المركز وبعض الأفراد اللي معه قد يكون التشحيل في الأحراج ضروريا كل فترة وتبقى المراقبة واجبا أساسيا كي لا يتوسع المسثمرون في عملهم اشتركوا في القناة